بلد شائعات صحيح مش بلد شهادات ما تتعرض له مصر منذ سنوات من كم من الشائعات أمر غير مسبوك تقريبا الشائعات على مدار الساعة على مدار الدية تقدر تدخل على الفيسبوك وتشوف كم من الشائعات شائعات يعني ايه؟ يعني خبر غير موسق لم يدل به مسؤول يأكده أو ينفيه أو كلامنا فلتم احتاج جهاز في المقابل قاعد يعمل عملية رصد لكل الشائعات دي والجهاز دي مفروض ينفيها أول بأول الجهاز اللي الحكومة عامله هو اسمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو اسمه طويل وغلص شوية كده اسمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنا باقترح عليهم يختاروا لهم اسمه مختصر يبقى كلمة واحدة يعني لكن ما علينا دي مش شغلتي شغلانة بتاعتي النهار دا ان المركز دا معني برصد الشائعات والرد عليها لاحظت بقى أولا دا مركز ناشط للأمانة يعني كل اسبوع عمال يبعت لكل وسائل الإعلام جرايد وإزاعة وتلفزيون كل الشائعات اللي وردت على مدار الاسبوع والرد عليها وغالبيته اللي لم يكن كله بالنف وان هي أخبار غير حقيقة لكن النهار دا أنا هقف قدام بقى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مش هعد عليه كنت دايماً أعدلكو عليه ونعرضه فيديو ونقول نفى كذا وقال كذا عندي هنا ملاحظات على أداء المركز أول حاجة هو ليه بيستنى عدة أيام تصل إلى اسبوع لتجميع الشائعات يعني مثلاً شائعة طلع يوم الجمعة مثلاً اللي فاتت أنتظر للخميس الجاي مثلاً الرد عليها يبقى فاتت اسبوع ولا إن أنا أمفي أول بأول لماذا لا يصدر لا يصدر المركز بياناً يومياً تسعة صباحاً يوزع على كافة وسائل الإعلام بآخر الشائعات وآخر الرد عليه هو ليه بيستنى اسبوع دا الشائع على بالما تنتشر وإحنا عندنا عادة حلوة مصرية يعني يبقى الحرام يسرق عشر تلاف جنيه على بالما يوصل لك الخبر أو يوصل لك حتلاقي مليون جنيه وهكذا وبنعد نفتي والشباب على الفيسبوك بيكتبوا كأنها أخبار موساقة شائعات 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 طيب يبقى رقم واحد أنا عايز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لا ينتظر اسبوعاً لا رد فوري ونحدد موعد إن تسعة صباح كل يوم دكتور أحمد عندي ممكن المركز يقول طب خليها الساعة 12 موافق 12 ظهروا كل يوم بيان معتمد راسبي طالع من مركز دعم المعلومات ويقدروا يبعثوا له كل وسائل الإعلام والزملاء نعايب سعد زغلول وهاني يونس مع حفظ الألقاب ليوم يقدروا يعملوا ضفاوة لأنهم هم دلوقتي اللي طالع لهم القرار من رئيس الوزراء بمركز الإعلام الجديد التابع لمجلس الوزر فإذا ما ينفعش لك تستنى وتبقى لابد في الدورة أسبوع على بال إنت ما تنفي الشائعة كون الناس نسيتها وظهر شائعة جديدة صح ولا غلط يا أخواننا يعني أنتم بتعملوا جهد حلو قوي لكن جهد أنا براه ضائع أنا أرى من وجه نظري ضائع فورا الشائعة تضحط فورا حاجة تانية أنتم وحدتم وحدتم كحكومة الجهة المنوط بها الرد على الشائعات قالوا وهي مركز إيه المعلومات ودعم اتخاذ القرار لا أنا بأناشد الساد رئيس الوزراء خاصة أنه كان عامل اجتماع مع السادة المتحدثين الرسميين بأسبق كل الوزراء كل جهاز إعلامي في كل وزارة عليه الصبح بدري كده يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد والأخبار ويشوف إيه الأخبار غير الصحيحة اللي تتعلق بالوزراء بتاعته ويبدأ يرد بيها أول بول أكد نفى وصاقة عمل الكلام ده لكن قلت بتستنى إيه لما مركز المعلومات يتصل بيك ويقولك يا فلان الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي طب إحنا ليه قاعدين مرحرحين كده يعني على قلبنا مراوح وتكييفات ما نشتغل بسرعة وبحمص أكتر حاجة التالتة وانت بتتابع التقرير بتاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هتلاقي انه هو بيكتفي بإيه انه هو يتصل بالجهة المعنية يعني مثلا فيه مثلا خبر جاي النهاردة في تقرير بتاع نفي الشائعات بدء بيقولك إيه نفى مركز المعلومات أول حاجة بينفي أنباء اصدار سبع دول قرارات بحذر استراد سبع محاصيل زراعية طب النفى بناء على ايه تواصل مع وزارة الزراعة يا وزارة الزراعة هل في دول حذرت سبع محاصيل زراعية فوزارة الزراعة أفادت للمركز وقالت له الإجابة لا دا لم يحدث هنا المركز بيروح قفل التليفون ويقول للمصدر بتاع وزارة الزراعة أشكرك ويقعد يكتب الخبر ويقول نفت وزارة الزراعة كذا لا أنا مش عايز الشغل دا دا شغل يعني فيه قدر كبير من الروتينية والوظيفية يعني شغل الموظفين أنا عايز شغل إبداعي استغل انت الشائعة بشكل إيجابي وروج خبر لنفسك استغل انت الشائعة كحكومة وروج خبر لنفسك اركب الخبر اركب الشائعة وحولها الخبر حقيقي مش ان انت تبقى دايما في المنصة بتاعت النفي طب انت بتنفي وخلاص لا دا انت تقول بقى واكدت وزارة الزراعة اول حاجة ما تبفيش تقول اكدت وزارة الزراعة ان محاصيل المصرية مثلا لا تزال محل جذب للأسواق الأوروبية والأفريقية وان الاسبوع الماضي مثلا شحنة وزارة الزراعة او الحكومة المصرية مائي متوا مثلا 100 مليون دولار خضار وفاكة الى الدول كذا 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 وفي النص تقول وقد ترددت شائعة مفادها بان فيه دول حذرة 7 محاصيل زراعية وبالتواصل مع وزارة الزراعة من غير حتى ما تكتب دا احنا هنفهم ان الشائعة منفية لكن اكتب واقول وتواصل مع المسؤولين في وزارة الزراعة اكدوا ان الخبر غير صحيح على الاطلاق هنا يبقى انت حولت الخبر بدل ما يبقى انت محدود في الكورنر وعملت الدرب اكتاف وتبقى مجرد رد فعل انا بحولك لفعل بحولك الى ان انت تركب الخبر يبقى الشائع طيب احنا كاعلاميين او انا كرئيس تحرير صحيفة بس كمثال هيجي للتقرير هروح كاتب عليه عنوان تقرير الشائعات ينفي واحد اتنين ثلاثة وشكرا لكن لما انت تحطيلي في التقرير معلومات جديدة انا ههتم بيها كصحيفة هقول 100 مليون دولار صادرات مصر من الخضار والفكة الاسبوع الماضي لأسواق اوروبية وافريقية شفت ازاي وفي النص تقدر تقعد تشتغل انا طبعا مقدر المجهود الكبير اللي بيبذله الزملاء في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لسبب بسيط انت امام عالم مفتوح بالكامل وامام فيسبوك وتويتر وانستجرام وجرائد وصحف عربية وعالمية وشاشات اجنبية ومحلية بس هل حايز بقى تفجير يعني يبقى اكثر زكاء لا اقلل من مجهودكم للامانة يعني وعلشان اكون منصف لكن انا دوري ايضا لان زميل معاكم في قلب العملية الاعلامية ان انا اقول لك ملاحظاتي على الهواء وان انا مش بحتاج اركب عربيتي واجه اقعد معاكم اشرب هوا وقال لكم الكلام لا اقول لكم على الهواء واتمنى ان دا يحصل في التقارير القادمة هرجع وانا بنهي الجزء الخاص بتاع الشئات انا عايز بيان صباحي الساعة 12 ظهره كل يوم ماليش فيه وعايز ايضا المتحدثين بسبو الوزراء يطلعوا يعملوا شغلوهم معودوش على مكاتب بعضهم نشط وبعضهم كزول 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 وعرف بعضهم ما انا بقول لك اهو ولا رفع عليهم سمع التليفون ولا بيعبروا ولا مهتمين هم اوغدين المنصب وجاه بعض متحدث الوزراء انا بقول لك وش على هوا ولو حد سألني مسؤول كبير هديله قايمة حاجة التالتة اللي انا عايزها ان انا عايز انا عايز مركز المعلومات يحول الشقاعة الى خبر ايجابي يعني مثلا مركز المعلومات اللي هارضة بينفي خبر تأجيل موعد بدء الدراسة بينفي خبر ان في دول سبع دول قررت حظر استراض سبع محاصيل اللي يعني سبع بسبع يعني ومركز المعلومات بينفي فرض ضريبة على مقابر دفن الموت يعني حتى اللي بتطلع الشقاعة غتيت قوي يعني يعني خلاص يعني هياخدونا احياء واموات ده بتخلينا عايزين نكفر بالحكومة فورا كده يعني وادل عيب بس ما تجيش علينا يعني الحكومة رحيمة بينها هي بتشقطنا واحنا احياء بس الاختلاط في الجماعة قالك ايه الشقاعة بتقولك اختلاط في الجماعات ممنوع وهنعملها 3 ايام للولاد و 3 ايام للبنات طبعا بالتواصل مع وزارة تعليم العالي ده خبر لا اساسة لو من الصحة يعني يعني طب ما يعني حتى ولت بتقرأ الشقاعة والخبر ابقى شغل دماغك شوية كده يعني اللي هي بريطانيا تهزم انجلترا عارف كده بريطانيا تهزم انجلترا طب ما بريطانيا هي انجلترا ويقولك ده والله ده لقارية الخبر بريطانيا هزمت انجلترا في كاس العالم يحمل اتنين دولة واحدة احنا بس ايه منتظرين كارسة حاسة اه 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 خبر وحش احنا كده بقينا كده في السبع ثمان سنين اللي فاته يا رب الخير لينا جميعا وطالما جبنا سيرة الاعلام جیه remindsك احنا كرسة